المجاهة ده مش محتاجة تقاتل ان حد شبه جاي يقتل نفسه عشان يتخلص من نفس الامارة بالسوء ابدا التخلص من ده ان انت تهز بالنفس وترقيها وتعاملها بما يصلحه واذاك بيقولك ان ابتليت باربع ما سلته علي الا لشدة شقواتي وعنائي ابليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم اعدائي الخلاص بالتسكية اللي دلنا عليها مولانا سبحانه وتعالى وعشان كده مجاهدة النفس دي في غاية الاهمية وعشان كده هي دي الجهاد الاكبر وعشان كده لقينا اجر عظيم جدا جدا من ربنا سبحانه وتعالى على هذا النوع من الجهاد واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ايه بقى فان الجنة هي المأوى الله يعني بمجرد من اقاني النفس عن الهوى ايه ده بس ده عامل بالضبط لما انا النفس فالجنة هي المأوى تماما دي زي ايه بل احياء عند ربهم يرزقون ايه ده تماما وبرضه هي كلام في نفس الكلام ده وعشان كده لما بنا قوله وتعالى في اخر سورة الحج وجاهدوا في الله حق جهاده الله يبقى في جهاد زي بالضبط في اليقين وفي عين اليقين وفي حق اليقين يبقى هنا ايه اللي حاصل وجاهدوا في الله حق جهاد يبقى ده حق الجهاد يبقى ان حق الجهاد وان احنا نتوجه باصلح انفسنا وبطاعة مولانا سبحانه وتعالى وتجنبوا الهوى والشهوات الاربعة الاربعة دولا نتجنبه الشيطان والنفس والهوى وكل دولا الاربعة والدنيا دولا هما دولا اللي احنا نتجنبه وعشان كده من اموره مهمة اللي لازم نعرفها ان جهاد اللي هعدوه بيكون بالسلاح ممكن يتوقف لكن جهاد النفس ما ينفعش يتوقف طيب واحد قال لي خلاص انا بقيت من الصالحين برضو عن استمر لان النفس مش تفضل النفس بتتحرك يبقى لازم نجاهد لان الحقيقة في ناس نفسها بتكون امتلأت يأس وقنوته احيانا غير اللي هو حسد ومش بيكون قادر مش بيكونش قادر ابدا ان هو يفوق من الهموم لانه مش واخد باله انه لازم يقوم بعملية تسكيت نفسه وتطهيره عارف انت زي ايه انا قاسف يعني هو معلش شوية قلم شوية لكن واحد عنده جرح فلانه جاله سخنية فالسخنية نسيته ان الجرح وماشي في الحياة هي دي السخنية بقى تحرك تحرك فنسي ان فيه جرح في ايديه والجرح ده بيملى صديد ومتصور انه هيقدر يعيش حياته والصديد ده تقوم وجود فيه والصديد بيأكل في جسمه فهو مش هيقدر يعيش ولا ينهي الوجع ده لانه ممكن ايديه تبتر لازم ينظف هذا الجرح حتى يستطيع ان يحيا حياة طيبة لان الهوى بيزين الحرام ويجعله في عين الشخص حلو فممكن ينشغل ويشوف المعصية فممكن يقول ايه لازم نشوفه كده افمن زين له سوء عملي فرأاه حسنا فان الله يضل من يشاء ينهى ربي وبين يسلم وبين يسلم والله العظيم يا رب سلم ما تجعلناش من دول دولة ابدا يا رب ان انت تزين لنا يعني ايه يخلي بيننا وبين انفسنا فتزين لنا النفس والهوى يزين لنا ان احنا خلاص هي دي السعادة ويا ما ناس حصل لهم ده فتخيل ان الشخص يكون شايف ازى الناس والاجرام في حقهم وقتل الاطفال والابرياء والظلم يراه حسنا الخطورة هنا مش بس انه مجرم زي ما بيحصل مع المعتدين اللي بيعتدوا على الارض والعرض لا ده كمان مش شايف نفسه بيعمل اجرام وهو شخص متوحش ده علاقة له باي معنى من معاني اي قيمة من القيم هو شايف انه هو بيعمل حاجة قويسة ويقنع العالم كله انه هو بيعمل حاجة قويسة ويقول انه هو المعتد عليه وهو كداب علشان كده حضرة النبي علمنا ان اتباع الهوى يهلك فقال ثلاث مهلكات شح مطاع سلم يا رب وهوى المتبع سلم يا رب واعجاب المرء بنفسه يا الله على دوله نار بتحرق قلب الانسان وربنا سبحانه وتعالى وصى وصانا سبحانه وتعالى ان كل واحد فينا يفهم الوصية دي اشتركوا في القناة